أهلا بكم مشاهدين وصلنا الآن إلى فقرتنا التحليلية التي أصحبني فيها اليوم الكاتب والصحف والمحلل السياسي الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس أستاذ عبد المنعم صباح الخير عليك وأهلا بك وحمد الله بالسلام مرحبا بك يا سالم ومرحبا بمشاهدي سوداني 24 نبدأ الجولة من صحيفة الصيحة ومنها نقرأ التوافق الوطني وحلفاء يقترحون على الألية الثلاثية تجميع المبادرات في تفاصيل الخبر قالت الألية الثلاثية أنه لا سبيل لحكم السودان ونجاح الفترة الانتقالية إلا بالتوافق الشامل وأشارت خلال لقائها بقول حرية والتغيير التوافق الوطني لأنها التقت بمبادرات عديدة وتأمل لاستكمال اللقاءات هذا الأسبوع مؤكدة حرصها على مساعدة السودانيين في الوصول لوفاق سياسي إلى أرضية مشتركة في وقت قالت فيه الحرية والتغيير التوافق الوطني أنها تسعى للوصول إلى توافق وطني شامل يؤسس لاستعادة مسار الانتقال من خلال العمل على صياغة أربع مسودات تمت إجازة بعضها ولا تزال الأخرى قيد التطوير واقترحت على الألية الثلاثية والعمل على تجميع المبادرات في الساحة السودانية والدعوة لمنبر حوار سوداني سوداني متوافق عليه لتحقيق الوفاق السياسي المنشود بداية أستاذ عبد الملعب هل الآلية الثلاثية الآن تستطيع فعلا لم شمل هذه المبادرات؟ والإشكال الأساسي أن الآلية الثلاثية إلا تغيير التفويدة لعلنته لنفسه هي في بداية تدخل في الأزمة قالت أنها مسهل أنها هي هدف الأساسي أنها تجعل الأطراف السودانية المختلفة تجلس على منضة واحدة تجعلها أنها تبدأ في الحوار مع بعضها الآن يبدو أنه يعني باللقاء تم الأمس مع مجموعة التوافق الوطنية التي طلبت منها أنها توحد المبادرات ولأنه يعني يبدو أنه المحرك للموضوع هذا لأنه كسرت المبادرات يعني الآن في كمية بتاعت كسافة بتاعت مبادرات جهات سياسية وشخصيات فكل الشخص دائر دائر يبادر صحيح الحراك قد يبدو إيجابي لكن تعدد منابر المبادرات ليس من مصلحة حل الأزمة الاشكال الأساسي أنه في ذات اليوم الخبر بتاع أنه التوافق الوطن التقى بالآلية السلاسية في خبر آخر يقول أنه سيد مالك عقار سيتولى كعضو مجلسيادة تجميع المبادرات فيعني ذا كأنه مركزين يعني مركزين مختلفات ده برضو ما من المصلحة تشتيت الجهود دي فالآلية الآلية ذات السلاسية هل ستقبل هذا الأمر؟ هل ستغير طريقة من أنها مسهلة لإجلاس الفرقات السودانيين المختلفين على طاولة واحدة؟ إلى أنها تدخل إلى دور أكبر في أنها تقدم شيء يعني اللي يتم التوافق حوله تجمع الأشياء المتفق عليها والمختلف عليها عشان يتم الحوار حولها تحاول أن تقدم مقترحات لقضايا الخلافية ده السؤال المهم جدا لكن في تساؤل أستاذ منعم هل المبادرات دي مختلفة تماما لمن تحتاج مجهود كبير لجمعها بهذا الشكل؟ يعني هناك من يتحدث على أنها هي متشابهة أصلا وهناك العديد من المبادرات تحمل نفس البلود ونفس التفاصيل هي الإشكال ما في المبادرات الإشكال في الذين يطرحون المبادرات لأن المبادرات لا بيناتها فرق كبير لكن الفرق الكبير في أن الأطراف التي تطرح المبادرات المسافة بينها بعيدة ولأنه في إشكال كل من يطرح مبادرة يدعي أنه يمتلك كل الحقيقة ما عنده استعداد أنه يتنازل قليلا أنه جزء من الحقيقة عند الطرف الآخر أو نصف الحقيقة عند الطرف الآخر فإذا واحدة من الإشكالات البدعان منها السحة السياسية السودانية أنه كل طرف يعتقد أنه هو الذي يمتلك كل الحقيقة والطرف الآخر لا يمتلك شيء الحديث عن هذه المبادرات ربما أيضا تفهم بكثرتها بأن كل من يقدم مبادرة ربما يكون هو واحد من الدوافع لهذا الأمر أن يكون جزء من المشهد هل هذا الكلام صحيح؟ هو ليس جزء من المشهد هو يدعي يقول الحل عندي أنا وأنا الذي أمتلك أدوات الحل وإليكم أن تمشوا خلفي حزو القدم بالقدم ودي واحدة من الحاجات البدعان منها السياسة السودانية أنه نفي الآخر وعدم الاعتراف بالآخر ودي أزمة كبيرة جدا ودي يعني يتبلورت وظهرت في الحالة أننا موجودين فيها كل طرف يريد أن يصمم هو صحيح الحديث عنه والله نحن نجلس مع الأطراف الأخرى أن نسمعهم لكن في حالة من أن والله أنا أنا الذي أمتلك الحقيقة فدي مشكلة كبيرة جدا ودي ما في المصلحة الآلية الثلاثية أكدت أنه لا سبيل لحكم السودان إلا بالتوافق الشامل كيف يمكن تحقيق هذا الأمر واقعيا بالنظر لهذه المبادرات الكثيرة جدا بالنظر لأن كل طرف لا يقبل الآخر ولا يريد الجلوس معه الآن لم يعد هناك هرمين كما كان في السابق الآن أربعة خمسة هرم ستة هرم كل هرم يرى أنه هو من يمتلك الحقيقة ومن لديه الحال الآلية الثلاثية عبارة الشامل محتاجة لتوضيح ماذا تعني بالشامل هل تعني به كل الناس الموجودين في الساحة هل تعني به قوة محددة لأنه في قوة عندها رأي فإنه في قوة موجودة في الساحة ليس من حقها أن تكون موجودة في تشكيل الواقع القادم باعتبارات أنها كانت في السلطة حتى 11 أبريل لذلك هذا يعني عبارة الشامل هذه محتاجة لبعض التفصيل لذلك هي المهمة ذاتها أصلا مهمة الآلية الثلاثية أو مهمة أي مهمة عسيرة جدا القصة مش أنه الآلية الثلاثية عندها قدرة أو لا عندها قدرة القصة هل الأطراف السودانية اللي هي جزء من المشهد هل عندها إرادة لحل الأزمة هذا السؤال المهم جدا لو ما عندها إرادة مش لو جات الآلية الثلاثية لو جاء العالم كله القصة مش في الجهة حتى ترتب مكان الجلوس أو طريقة الجلوس القصة في الذين يريدون أن يجلسوا هل قبل أن يجلسوا لديهم إرادة حقيقية لحل الأزمة ومدركين لخطورة الوضع الآن في البلد وأنه أي يوم يمر أو مش أي يوم أي ساعة تمر هي خصما على البلد وبتهدد البلد وأنه البلد بشكل أساسي جدا قاعدة تنزلق بشكل سريع جدا نحو هاويهم معرف شكلها شنو في القصة الإرادة السياسية الإرادة عند القوازات السياسية عندها إرادة هل عندها إرادة في أنها تعترف بالأطراف الأخرى وتجلس معها هل عندها إرادة أنه والله يعني أنا زي عبارة نصف رأيك عند أخيك هل عندها استعداد زي هذا هذا السؤال المهم جدا المحتاج أنه القوى السياسية مش تجاوب عليه بالأقوال بأنها بتطلع بتصريحات تجاوب عليه بالأفعال وبالأعمال وبتحركاتها نعم